حياكم الله مشاهدين الكرام في بث مباشر جديد يبدو أن اهتزاز الأرض في تركيا أصبحت عادة يومية يتوقعها الأتراك في أي وقت خلال اليوم حيث لا يمكن توقع وقت حدوثها على وجه الدقة ولكن أصبح توقع حدوثها لا مفر منه وأصبح هناك نوع من اليقين أن الزلزال قادم لا سيما بعد الزلزال التركي المدمر الذي حول عشر ولايات في تركيا إلى ركام وتسبب في رحيل الآلاف ماذا حدث فجرا في تركيا؟ واصلت عصفة الزلازل التي تضرب البرى التركي تدعياتها في الساعات الأولى من صباح اليوم حيث ضرب زلزال متوسط الشدة بقوة 4.6 درجات ولاية ألازيغ شرقي تركيا وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إيفاد في بيان لها أن الزلزال الذي وقع في منطقة سيبرجيا على عمق 11 كيلو متر تحت الأرض دون وجود خسائر بشرية أو مادية وقد تحدث الزلازل في أي نقطة في العالم لكن بعض أجزاء الأرض أكثر عرضة للزلازل من غيرها لا سيما مناطق أحزمة الزلازل الثلاثة حيث يكون الحزام الناري الأخطر على الإطلاق ويحدث به نحو 80% من الزلازل والبراكين في العالم ثم الحزام الألبي ويوجد أيضا منطقة حزام منتصف الأطلسية وتقع دولة تركيا بنطاق حزام الزلازل الألبي الذي يضع ضمن نطاقه نحو 17% من الزلازل في العالم ويمتد الحزام الألبي لمسافة تصل إلى 15 ألف كيلو متر بداية من جزر جاوة وسوماترا ويعبر جبال الهيمالايا حتى يصل إلى البحر الأحمر المتوسط وتركيا وكشف تاريخ الزلازل خلال العقود الماضية أن دول الصين وإندونيسيا وإيران وتركيا واليابان الأكثر عرضة للزلازل في العالم ويرى علماء الزلازل أن الهزات الأرضية تأتي بالأنماط نفسها عاما بعد عام حيث يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم وفي أي وقت ولكنها كل مرة تكون بنفس الأنماط العامة وكشف المعهد الأمريكي أن الزلازل أو أن الزلزال الضخم في السادس من فبراير الماضي بتركيا والذي امتد لسوريا وأدى إلى رحيل نحو 50 ألف ضحية مرتبط بمناطق صدع شرق الأنادول وفي تصريحات لقناة الحرة أكد الرئيس الأسبق لمعهد البحوث الفلكية المصرية الدكتور صلاح محمود أنه من بين أكثر المناطق المعرضة للزلازل المناطق التي تطل على البحر المتوسط بسبب التقارب بين القارتين الأوروبية والإفريقية وهذا يظهر بشكل واضح في الزلازل بدول مثل قبرص وتركيا واليونان والجزائر والمغرب وكان العالم الهولندي حذر من نشاط زلزالي قوي خلال شهر أبريل بسبب حدوث تقارب في هندسة الكواكب ويزيد هذا الخطر مع ثالث أيام العيد لا سيما مع اقتران القمر يوم الأحد المقبل مع كوكب الزهرة حيث نراهما بالعين المجرد متجاورين في السماء في ذلك اليوم باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة فهل تتحقق النظريات العالم الهولندية ويتأثر النشاط الزلزالي على الأرض بحركة الكواكب في الفضاء شكرا المشاهدين على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وأمنه